لقد قضينا وقتا لا بأس به في الحديث عن مفهوم الفضاء الفراغي والآن ما سنقوم به في هذا الفيديو هو تقديم نوع جديد من الفضاء والذي يمكن تعريفه في سياق مصفوفة وهو ما يعرف بفضاء العمود ولربما تستطيع أن تخمن ما يقصد بفضاء العمود وذلك من خلال المسمى ذاته ولكن دعونا الآن نفترض أنه لدينا مصفوفة ما ولتكون A وهي M في N حيث يمكننا كتابة هذه المصفوفة كما رأينا مرارا وتكرارا فيما سبق كمجموعة متجهات عمود أي سيكون لدينا هنا المتجهة الأول في واحد فالثاني في اثنان إلى أن نصل النهاية هنا المتمثلة في VN وكيف عرفت أنه لدي هنا العدد N من المتجهات ذلك من خلال وجود العدد N من الأعمدة هنا وفي حال وجود كل من متجهات العمود هذه فكم من المركبات سيكون لدينا هنا وكما ترون لدينا هنا المتجهة في واحد في اثنين وصولا حتى في N وبما أن لهذه المصفوفة العدد M من الصفوف فعندئذ سيكون لكل من هذه المتجهات العدد M من المركبات وبالتالي فكل هذه المتجهات عبارة عن عناصر في المجموعة RM وبناء على ذلك يتم تعريف فضاء العمود كجميع التركيبات الخطية الممكنة لمتجهات العمود هذه لذا ففضاء العمود لهذه المصفوفة A سيكون عبارة عن جميع التركيبات الخطية لمتجهات العمود هذه في واحد في اثنين وصولا حتى في N والسؤال الآن ما هي جميع التركيبات مجموعة المتجهات هذه؟ هي عبارة عن مدى جميع هذه المتجهات أي مدى في واحد في اثنين وصولا إلى المتجه في N ومع العلم أننا قمنا بهذا مسبقا عندما تحدثنا عن المدى والفضائيات الجزئية ولكن من السهل إلى حد ما تبيان أن مدى مجموعة أي متجهات هو عبارة عن فضاء جزئي وبالتأكيد يستمر على المتجه الصفري وبالتالي لو تم ضرب جميع هذه المتجهات في واحد في اثنين وصولا حتى في N في صفر وهي عبارة عن تركيبة خطية صحيحة يتم جمعها ستحتوي هذه المجموعة أو الفضاء الجزئي هذا على المتجه الصفري ولنفترض أنه لدينا هنا متجه ما وليكن A ولنفترض أنه عبارة عن عنصر في فضاء العمود للبصففة A وهذا يعني أنه يمكن تمثيل هذا المتجه كتركيبة خطية ولهذا المتجه A سيساوي C1 مضربة في في واحد زائد C2 مضربة في في اثنين وصولا حتى Cn مضربة في في N والسؤال هنا هل هذه المجموعة منغلقة بعملية الضرب فلو تم ضرب A في ولنفترض في كمية قياسية ولتكن S أي S مضربة في A حسنا عند ضرب S في A سيكون لدينا S مضربة في C1 V1 زائد S مضربة في C2 V2 وصولا إلى S مضربة في Cn في Vn ومرة أخرى فإن هذه المعادلة تركيبة خطية لمتجهات العمود هذه لذا وبلا شك سيكون S A عنصرا في فضاء العمود للمصففة A أخيرا للتأكد من أن هذه عبارة عن فضاء جزئي فعلا حيث أن هذه الخطوة في الواقع لا تنطبق على فضاء العمود فقط بل تنطبق على A متى وهذا عبارة عن مراجعة لما قمنا به سابقا والآن يجب التأكد من أن المصففة A منغلقة بعملية الجمع ولهذا لنفترض أن A عبارة عن عنصر في فضاء العمود والآن لنقل أن B أيضا عبارة عن عنصر في فضاء العمود أو مدى جميع متجهة العمود ومن ثم يمكن إعادة كتابة B على شكل B1 مضربة في V1 زائد B2 مضربة في V2 وصولا حتى Bn مضربة في Vn والسؤال هنا هل ناتج جمع A مع B ينتمي إلى المدى؟ أي إلى فضاء العمود الموجود لدينا هنا أو مدى هذه المتجهات؟ وبالطبع لو سألنا ما ناتج جمع A مع B A زائد B يساوي C1 زائد B1 مضربة في V1 زائد C2 زائد B2 مضربة في V2 وما أقوم به الآن هو أنني أجمع قيم كل العنصرين ونستمر بنفس الطريقة إلى أن نصل Bn زائد Cn مضربة في Vn وهذه أيضا عبارة عن تركيبة خطية أخرى لهذه المتجهات وبالتالي فناتج جمع A مع B ينتمي بالتأكيد إلى المدى ولا يتوجب أن يكون هذا المدى منفرد للمصوفة فقط حيث أن المصوفة A هي عبارة عن طريقة كتابة مجموعة متجهات العمود وبالتالي فهذا ينطبق على أي مدى لهذا فهذا بالطبع عبارة عن فضاء جزئي لذا فضاء العمود للمصوفة A يعد فعلا فضاء جزئي والآن دعونا نفكر بطرق أخرى لتحليل فكرة فضاء العمود دعونا نفكر بها من ناحية السياغة أو دعونا نفكر بما يتعلق في مجموعة كافة القيم بمعنى لو أخذت مصوفة A رتبة M في N الموجودة لدينا وضربتها في أي متجة X حيث لا بد أن يكون X عنصر في المجموعة RN أي أنه يوجد لديه العدد N من المركبات لتكون عملية الضرب معرفة بشكل جيد وبالتالي يجب أن يكون X عنصر في RN والآن ماذا يعني هذا؟ حسنا يمكنني أخذ أي عنصر أو أي متجة مركبة N ومن ثم أضربه في A آخذا بعين الاعتبار كافة النواتج الممكنة التي من الممكن أن تساويها هذه المعادلة أي جميع قيم AX مع العلم أنه بالإمكان اختيار أي عنصر X من المجموعة RN لنرى الآن ماذا نقصد بما نقول هنا لو تم كتابة A بهذا الشكل X1 X2 وصولا حتى XN ماذا سيكون حاصل ضرب A في X؟ حسنا يمكن إعادة كتابة AX كما شاهدنا من قبل على الشكل AX تساوي X1 مضربة في V1 زائد X2 مضربة في V2 وصولا حتى XN مضربة في VN وأعتقد أننا قد شاهدنا هذا عدة مرات من قبل كما تعلمون أن هذه العملية تم الحديث عنها من خلال تعريف ضرب المصوفة في متجة والآن إذا كان حاصل ضرب AX يساوي هذا المقدار بحيث ينتمي المتجة X إلى RN ومع العلم أنه بإمكاني انتقاء أي متجة X من المجموعة RN فهذا يعني أنه بإمكاني اختيار جميع القيم الممكنة للمدخلات هنا أي جميع القيم الحقيقية جميع التركيبات المحتملة لها وبناء على ذلك ماذا يساوي هذا المقدار أقصد ما هي مجموعة القيم المحتملة وصيغة أخرى يمكنني إعادة كتابة AX بحيث ينتمي المتجة X إلى RN على شكل مجموعة كافة القيم المحتملة كما يلي X1 ضرب V1 زائد X2 ضرب V2 وصولا حتى XN ضرب VN حيث أن كل من X1 X2 وصولا حتى XN ينتمون إلى الأعداد الحقيقية وهذا كل ما أقصده هنا وبالتالي هذه الصيغة التي كتبتها للتو مؤساوية لهذه الصيغة AX بحيث ينتمي المتجة X إلى RN عند القول أن المتجة X ممكن أن يكون أي عنصر في RN فأعني بذلك أن مركباته تنتمي إلى الأعداد الحقيقية لذا لو أخذت مجموعة كافة التركيبات للمتجهات العمود هذه حيث أن معملاتها تنتمي إلى الأعداد الحقيقية ماذا نفعل هنا؟ هذه عبارة عن جميع التركيبات الخطية الممكنة لمتجهات العمود الخاصة بالمصوفة A ولهذا فهذه المعادلة ستساوي مدى V1 في 2 وصولا إلى VN وهو أيضا مكافئ فضاء العمود الخاص بالمصوفة A وبالتالي لربما تتساءل هنا عن مجموعة المتجهات التي بإمكانك إنشاؤها من خلال أخذ التركيبات الخطية لهذه المتجهات أو مدى هذه المتجهات وبتعبير آخر لربما أنك تتساءل عن ما هي جميع القيم الممكنة التي من الممكن أن تتخذها AX إذا كانت X عبارة عن عنصر في المجموعة RN دعونا نرى الآن ماذا قد ينتج لنا لو أردنا حل هذه المعادلة وهي AX ستساوي V1 لقد اعتدت على كتابة B هنا ولكن الآن دعونا V1 والآن لنفترض أنه علينا القيام بحل هذه المعادلة وأيضا أريد تحديد فضاء العمود للمصوفة A مع العلم أن المتجه B1 لا ينتمي إلى فضاء العمود الخاص بالمصوفة A والآن ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن AX الموجود هنا لا يمكن أن يجتمل على القيمة B1 وذلك لأن جميع القيم التي من الممكن أن يجتمل عليها هي عبارة عن فضاء العمود الخاص بالمصوفة A لذا فبما أن B1 ليست من ضمن فضاء العمود الخاص بالمصوفة A فهذا يعني أن AX لا يمكن أن يستمل على قيمة B1 وهذا بدوره يشير إلى هذه المعادلة التي نحاول حلها والمكولة من AX تساوي B1 ليس لها حل وفي حال لو كان لها حل ما ولنفترض أن المعادلة AX تساوي B2 لها حل واحد على الأقل فماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه بالإمكان الحصول على قيمة ما للمتجة X وذلك لوجود بعض قيم للمتجة X والتي عندما تقوم بذربها في المصوفة A سنحصل على B2 بالتأكيد وهذا يدل وبقوة أن B2 عبارة عن عنصر في فضاء العمود بالمصوفة A وكما ترون هنا أن بعض هذه الخطوات تبدو واضحة هنا نوعا ما حيث أنه تم ذكر هذه الأمور من خلال تعريف فضاء العمود حيث أن فضاء العمود عبارة عن جميع التركيبات الخطية لمتجة العمود وبمعنى آخر هي عبارة عن جميع قيم التي يمكن أن تساويها AX ولهذا فلو حاولنا إعطاء AX قيمة ما مع العلم أنها لا يمكن أن تشتمل عليها فعندئذ لن أحصل على أي حل فلو كنت قادرا على إيجاد حل المعادلة AX تساوي B2 فهذا يعني أن B2 ستكون إحدى القيم التي تساويها AX على أي حل سنتوقف هنا حيث أصبح لديكم الآن فكرة عامة حول فضاء العمود وفي خلال الفيديوهات التالية سأحاول تعريف مع نعرفه عن فضاء العمود والفضاء الفراغي وما شابها وذلك لتعزيز فهمنا للمصوفة وما يقصد بضرب المصوفة بالمتجة وذلك من نواحي مختلفة